صرواح تبدو المعارك في هذه المنطقة رابضة في خاصرة مأرب كما لو أنها تسير وفق تعويذات خاصة أكثر من عامين والمعارك تندلع بشكل مستمر لكنها لا تحمل أي جديد على مستوى السيطرة على الأرض الجديد في كل مرة هو أعداد القتلى عدم قدرة الجيش الوطني على الحسم حتى الآن واستماتة الميليشيا جعل هذه الجبهة بؤرة صراع لا يتوقف جريان الدم فيها مراقبون يرون أن استماتة الميليشيا في هذه الجبهة هي من أجل البقاء في مربع تستطيع من خلاله تشكيل خطر على محافظة مأرب التي يتخذ منها الجيش الوطني مركز إدارة وسيطرة للعمليات العسكرية علاوة على أن انكسارها في هذه الجبهة يعني وصول قوات الجيش الوطني إلى معاقل الانقلابيين الرئيسة في عمران وصنعا لكن استماتة الميليشيا ما كانت لتحول وحدها دون تقدم قوات الجيش الوطني يقول آخرون ممن يرون أن البيئة الجغرافية الصعبة للمنطقة كان لها أيضا أثر سلبي في إعاقة تقدم الجيش الوطني وتأخير عملية تحرير الصروة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر